اشتركوا في القناة بل من ساعده وتجره واضح أن الأم تمسك يده بقوة بحيث تستطيع أن ترى أثر ضغط يدها على ساعد الطفل الأم تمشي تجر لا تبالي ببكاء الطفل المرتفع وقد انحدرت بعض الدموع على خد الطفل المسكين لعله من ألم ألم الحرمان من شيء يريده أمه لا تريد أن تتجاوب له أو ربما من ألم الجر والقبض على يده بشدة لإجباره أن يمشي خارجا من السوق الله أعلم مشهد ربما يتكرر ويمكن يحصل لأي واحد منه أنت تتسوق وطفلك الصغير معك ذو السنوات الثلاث أو الأربع كلما رأى شيء أعجبه أخذه أراده وأنت ترفض الطلب يبكي الطفل يرفع صوته بالبكاء فيصيبك الحراج من نظر الناس إليك كيف ممكن نتواصل بصورة مثمرة مع الطفل في مثل هذا الموقف الناس أصناف منها من يصر على موقف الرف ويرفع طرفه لا يبالي ببكاء الطفل لا تواصل ولا كلام وربما ضربه أو أهانه وزجره عن البكاء فيزداد بكاءا البعض الآخر بمجرد ما يبكي الطفل بدون تفاهم ولا كلام يعطيه الشيء الذي يبغى فقط بقصد تسكيت الطفل بلاش فضايح ايش رأيكم في البداية اسمحوا لي أن أبين لك أن مثل هذا البكاء هي وسيلة من وسائل التواصل من الطفل تعلمها وهو صغير للحصول على ما يريد منا ولعل السبب الرئيس هو نحن عندما تتأخر مثلا الأم عن طفلها الرضيع في رضاعه كيف هذا الطفل سوف يعلم أمه حاجته للرضاع أحسنتم سوف يبكي حينما يحتاج الطفل مثلا إلى غيار وتنظيف ويبدأ يشعر بالأذى وأمه مشغولة عن هذه الحاجة كيف يحصل هذا الطفل على ما يريد من أمه أحسنتم يبكي يعني لو كان في مبادرة للتجاوب مع حاجات الطفل الأساسية سواء الغذاء النظافة حتى اللعب والتسلية والكلام معهم يعني أننا قريبين من الطفل لربما لم يتعود البكاء أصلا كوسيلة اتصال وطلب للحصول على حاجاته بس الحاصل أننا نمل والبعض يتعمد ترك الطفل في السرير بزعم حتى ما يتعود الدلع والحمل يا جماعة الطفل يحتاج إلى من ينظر إليه ويلاعبه كالكبير هذا مودلع هذه حاجة طبعية بس نحن نحتاج إلى الفهم والصبر وطول البال على التربية والرعاية الحانية إذن لا تقلق لهذا البكاء ولا تتشنج بسببه طيب لما يحصل كيف نتعامل معه كيف نتواصل مع الطفل حتى يكف عن هذا البكاء أولا نحتاج أن نكون هادئين أمام هذه الثورة من بكاء الطفل الموجهة للحصول على مراده أسوأ شيء ممكن يقع من الوالدين أن يقابلوا هذه الثورة من الطفل بنفس الأسلوب بغضاب وصياح وربما الضرب الطفل في مثل هذه الحالة يحتاج أن يرى هدوءك وتوازنك في التعامل مع الموقف وإلا كيف حيتعلم الهدوء والتوازن وضبط النفس إذا أنت أصلا فشلت في ضبط نفسك عند هذا الاختبار البسيط ثانيا على فكرة الطفل أحيانا يبكي ويصيح يريد شيئا نحن نرفض التجاوب معه بسبب البكاء حتى لا يتعلم البكاء أصلا ثانيا على فكرة الطفل أحيانا يبكي ويصيح يريد شيئا نحن نرفض التجاوب معه بسبب البكاء نريده أن لا يتعلم البكاء أسلوبا للحصول عليه وحقيقة الحال أن الطفل ربما تعبان أو زهقان أو مثلا حل وقت رضاعه أو وقت قيلولته ونومه يعني بمجرد ما تضمه أمه وتبدأ في رضاعه في جو هادئ وبارد ومريح ينام هذا ما يحدث والبعض منا أكيد شاف ذلك إذن نحتاج أن نتساءل عن السبب الحقيقي لبكاء الطفل وفي حال أردنا أن نصحبه معنا للتسوق ضروري ننتبه أن يكون الوقت مناسب للطفل لا يصادف وقت نومه أو وقت رضاعه مثلا الطفل عندها يتضايق ويبدأ بتصرفات فيها كدر ونكاد ربما تخرج في صورة طلبات كثيرة وبكاء وكذلك تعرف على السبب الحقيقي لثورة البكاء هذا هل هي حاجة حاجة للنوم أم الأكل أم لعلها مجرد حاجة للفت الانتباه إليه والاهتمام به وهذه يا أحبة حاجة مهمة للطفل لا تقل أهمية عن حاجة النوم والأكل وبناء على هذه المعرفة التصرف منك يكون مختلفا كما ذكرنا بهدوء نفس وطول بال بدون تشنج ولا رفع صوت هناك خطورة من المبادرة لإعطاء الطفل ما يريد لإطفاء ثورة بكاءه أنت في الحقيقة تكافئه وتشجعه على هذا الأسلوب غير المناسب بل ربما تعزز ذلك خاصة إذا تكرر منه هذا البكاء فتكرر من الوالد المكافئ عليه بإعطائه ما يريد مع الوقت تصبح هذه عادة الطفل بمجرد ما يريد شيء يبادر إلى الصوت والبكاء والصيح هذه الحالة رأيتها في بيت إحدى قريباتي لديها طفلة عمرها ثلاث سنوات هذا شأنها خاصة عندما تكون أمها موجودة فإنها تبادر بالصياح والبكاء كلما أرادت شيئا أمها مدرسة تغيب عنها غالبا النهار الملاحظ أن الطفلة طوال اليوم وأمها غائبة عنها تراها هادئة لا تتكلم ولا تبكي ولكن بمجرد عودة الأم لا بد أن تسمى بكاءها وصياحها على المائدة الغداء مثلا كأنها تريد أن تعوض الاهتمام المفقود خلال غيبة أمها كيف نتصرف إذن كما ذكرنا أولا حافظ على هدوءك لا تنفعل لبكاء الطفل حافظ على الهدوء ولكن أيضا لا تكافئ الطفل على بكائه بإعطائه ما يريد ربما تبين له أن البكاء لا يحقق مراده أطلب من الطفل أن يتكلم من غير بكاء كي تفهم ما يريد وأعلمه أنك ستتكلم معه وتسمع له حال هدوءه أولا وكلامه بما يريد من غير بكاء خليها تكون هاي سياسة مستقرة وواضحة في البيت مع البكاء والصياح لا تحصل على ما تريد بدون أي تنازلات بحزم أولا إهدأ ثم تكلم كي نتفاهم وأفهم ما تريد كنت لا أتردد بعد إذ أن أتجاوب مع الطفل إذا كانت المسألة ممكنة وما في مشكلة من التجاوب معها وإن كانت ربما خلاف ما أفضل أنا وأختار يعني هناك مساحة للقبول أحيانا إذا لم يتجاوب ربما من المناسب أن تترك المكان للحظات كي تهدأ أنت أولا وربما يهدأ الطفل كذلك كأن تذهب الأم مثلا إلى المطبخ أو غرفة النوم للحظات بسيطة هذا الغياب القصير يعين كلا الطرفين أنت والطفل على الهدوء وعدم تصعيد الانفعال للموقف أسوأ شيء ممكن نقع فيه كما ذكرنا الانفعال وضرب الطفل هذا الضرب فيه رسائل خطيرة يعيها قلبه وعقله ويؤثر سلبا في نموه وبنائه الداخلي يعني مثلا من هذه الرسائل أنك غاضب ومنفعل وغير منضبط رسالة غير صحية ثانيا سيتعلم أن الضرب سلوك مقبول خاصة إذا كنت منفاعلا وثالثا كأنك تقول له أن التعبير عن حالتك غير مرحب بها صحيح أن الأسلوب خاطئ وبذلك قنوات التواصل مع الطفل تضيق أعني بذلك الطفل إذا شعر أن تعبيره عن حالته غير مرحب بها سوف يقلل من التعبير عن حالته سيقلل من التواصل مع والدي قنوات التواصل مع الطفل تضيق ويبدأ الطفل يختبئ من أبيه ولا يظهر له مشاعره حالة تقع في كثير من البيوت بسبب تشنج الوالد وانفعالاته غير المنضبطة مع أخطاء الطفل وهذا الأمر أنا بصراحة شخصيا عاينته مع أول أطفال عبد الرحمن نعم أعترف كنت شديدا معه لا أكاد أصبر على أخطائه التي هي من شأن الطفولة وربما هذا من فرط جهلي للطفولة وطبيعة لحاجاتها يومئذ كأنما كنت أريده كاملا وهو لا يزال طفلا حتى رأيت في عينيه يوما الخوف مني وانعكس هذا الخوف تعتعة في كلامه يومها أدركت فداحة الخطأ والجرم وعزمت أولا أن أصحح نفسي أن أغير أسلوب تواصلي معه وبدأت أتعلم كيف أحسن التواصل مع الطفل كي أكون أبا صالحا أعين طفلي على النمو الصحيح بإذن الله أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه والفهمة كي نحسن التواصل مع أطفالنا الأحباب الصغار نتفهم عالمهم ونتجاوب مع حاجاتهم ونكون عونا لهم كي يصح نموهم فيكونوا صالحين مصلحين إن شاء الله تعالى وحتى ألقاكم في حديث قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر